دورة حياة مشروع القانون بمنطوق هذه النائبة فإننا بحاجة لاحتساب دورة حياة الفصل التشريعي الأول الذي أصبح من الفصول المعمرة بعد أن مدد عمره بهدف تشريع قوانين مهمة لكن تبقى الخلافات متسيدة جلساته التي امتدت من الكتل السياسية العاجزة حتى الآن عن إكمال الكابينة الحكومية إلى البرلمان الحائر بتشريعاته هي هاي هسه رح يشوف قانون يعني غير أمشي على القانون من الآن فصاعدا بعد نفاذ قانون مجلس النواب نقطة النظام من الممكن أن تستند إلى قانون مجلس النواب صح لولا؟ يعني بالتالي اليوم يجب أن تغلق الجلسة دا انتهت جدول الأعمال أخي ما نمتمر بأمر الحكومة احنا سألنا الحكومة عن أولويات احنا طلبنا جدت قالت أولويات إذن الـ 13 قانون كبرى أزمات البلاد المتمثلة بالنازحين والمدن المدمرة ركنت جانبا هي الأخرى بالرف المجاور لإكمال تشكيل الحكومة حيث أجل النظر بقضية أكثر من مليوني نازح لحين حسم الخلاف على رئاسة لجنة نيابية تقريبا مليوني نازح لا زال موجود في داخل عراق بالصراحة لحد الآن لجنتنا بس وضعنا الخطة السراتيجية لأنه أكو يعني مشاكل داخل آليات لاختيار الرئيس اللجنة والنائبها ويبدو أن مشاكل مجلس النواب لا تقتصر على ضعف الأداء داخل قاعة الجلسات إنما هي عدوى امتدت إلى الأمور الفنية فهذا موقع البرلمان لم ينشر محضر الجلسات منذ أيام عدة الأمر الذي يصعب على المتابعين معرفة ما دار في الجلسة من أحداث ويبقى السؤال هل من ناصح يخبر مجلس النوابنا أن العراق يتراجع يوما بعد آخر والأزمات تتفاقم كل يوم؟ ترجمة نانسي قنقر